الحقيقة برضو من الفقد الكبير الكريم كان هذا الأسبوع الواحدة قدت العمل الخيري مساحة كبيرة بل يمكن كل جهدها وفكرها ومالها والسنين الأخيرة الدكتورة أنيسة حسونة يمكن كل الناس تابعت مسيرة هذه المرأة العظيمة في دعم أعمال الخير وتأسيس المستشفيات والأعمال الخيرية خاصة أنها عاشت سنواتها الأخيرة تكافح مرض السرطان وكان لها إسهام الحقيقي في اللجنة المجتمعية في النادي الأهلي كجزء من عملها الخيري في خدمة كل الفئات المحتاجة والحقيقة كان لها دور مؤثر جدا في دعم الأعمال الخيرية لسيما على الصعيد الطبية بشماندس أنا أول مرة أتعرف على الرحيلة العظيمة كان يوم قدم النادي الأهلي يعني مبادرته بدعم تجربة الدكتور مجد يعوب عندما عاد أراض أن يؤسس لمستشفى القلب كانت هي واحد أو الدراع لمن في هذا الأمر وحضرت هذا المؤتمر وكانت يعني يدينا مبتاع تفعيل هذا التعاون ومن هنا جاءت فكرة أنها تبقى في اللاجنة بتاعة المجتمعية بتاعة النادي الأهلي الرعاة المجتمعية وكرست حياتها طبعا رحمة الله عليها رغم ظروفها الصحية التي يعني أعانت منها على السنوات الأخيرة أنها كانت كتف بكتف مع دكتور مجد ثم يعني هيديت شوية لما استدى بيها المرض نموذج رائع للدكتور لما يكون عنده مسئولية إنسانية صحية ترجمة نانسي قنقر